ما أن اقترب داعش من خسارته لأبرز مواقعه ذات الرمزية الكبيرة وهو جامع النوري حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا النبأ توجهنا في أخبار الآن إلى متابعين بمجموعة من الأسئلة والتقارير والاستفتاءات ما أثار تفاعلاً كبيراً مع ما طرحناه الزميل زكريا النعسان يستعرض لنا في سياق هذا التقرير أبرز الأراء التي تناولت موضوع معنا خسارة داعش لجامع النوري نتابع من دابق إلى الموصل إلى جامع النوري تتساقط رموز داعش التي بنى عليها أكاذيبه لإقناع أتباعه بأنه على النهج الصحيح وما هي إلا بضعة رموز حتى تنتهي الخرافة ويتعرى تماماً وتنكشف كل الأكاذيب التي اختبأ خلفها تلك كانت محصلة ردود الفعل التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم نحن في أخبار الآن ومن خلال استخدام وسم جامع النوري ذي الأهمية الرمزية للتنظيم توجهنا إلى متابعين على فيسبوك وتويتر بأسئلة واستفتاءات تستطلع توقعاتهم وآرائهم بمصير داعش بعد خسارته هذا المكان الذي خرج منه زعيمه أبو بكر البغدادي وأعلن دولته المزعومة أبرز ما توجهنا به هو سؤال كيف تؤثر هزيمة داعش في الموصل وخسارته القريبة لجامع النوري حيث نصب البغدادي نفسه خليفة لدولته المزعومة تفاعل معنا المئات في فيسبوك وتويتر وحاولنا انتقاء بعض من تلك الردود واستعراضها على شاشتنا البداية من التفاعل الذي اتبعناه على تويتر إذ يقول سرهناك حالها حال كوباني ودابق وغير ترك رعية دولة الخلافة المزعومة وتدمير قرافات البغدادي الحر وهو من أبناء مدينة الموصل أعطانا معلومات قيمة وقال فيها لا أتصور أن يستميتوا بالدفاع عن الجامع ثقلهم الآن وتوجدهم الكثيف في المجمع الطبي وحيء السابع عشر من تموز وغلبهم في حيء السابع عشر من تموز من مهاجرين ومحليين كما أضاف لا أعرف بالضبط كم هم في الجامع لكن أتوقع في عموم ما تبقى من أحياء المدينة أقل من ألف أما شريف عبدالقادر فيقول دخول القوات العراقية لهذا الجامع الذي يحمل رمزية كبيرة للبغدادي وتحرير الجانب الأيمن من الموصل أعتقد سيكون ضربة قوية للتنظيم قد ينهيه تماما التفاعل على فيسبوك كان أكبر وهذه بعض التعليقات التي وردت على صفحة أخبار الآن إذ يقول أمير الأحزان ما ضللهم شيء من الموصل والنهاية قريبة ما دام هناك أبطال عراقيون في أرض الموصل داعش انتهى أما أبو علي الأعرج فيبدي رأيه بموضوعية مؤكدا أن الدواعش ليس غايتهم الأرض ولا يعير لها أي اهتمام ما يهمهم هو قتل أكبر عدد من الناس ويعتبرون ذلك هو الانتصار أما تنجرياس فيقول ما بني على باطل فهو باطل ولو كانوا مسلمين حقا لن نصرهم الله ولكنهم جماعة من الحرابة فيما يرى محمد بن هاشم أنه لو كان على حق وعلى صدق وعلى هدى من الله ورسوله لحمه الله ونصره لكن هو وأتباعه على ضلالة وعلى غير طريق تقوى لهذا أراد له الله الشتات وتدمير والاندثار أخيرا هشام يؤكد أن ما يجري هو مؤشر لشيء واحد أن دولة داعش الإرهابية انتهت في سوريا والعراق وسرط الليبية لأنهم قتل إرهابيون وانتهى حلمهم ترجمة نانسي قنقر